جولة الميدانية في مؤسسة التأهيل والتدريب البحري في اللاذقية قام بها وزير النقل المهندس علي حمود برفقة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم للاطلاع على واقع العمل في المؤسسة جولة ميدانية في مؤسسة التأهيل والتدريب البحري في اللاذقية قام بها وزير النقل المهندس علي حمود برفقة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم للاطلاع على واقع العمل في المؤسسة المهندس حمود التقى مجلس إدارة المؤسسة للوقوف على كل الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة لتطوير عملها إلى أفضل ما يمكن كان هناك إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية حيث وصل إنجاز هذه المؤسسة إلى عشر أضعاف إنجازة خلال الأعوام السابقة وهذا دليل على اهتمام هذه المؤسسة وإدارة مجلس إدارة هذه المؤسسة بتطوير هذا العمل وأهمية هذا العمل عملنا على الوصول إلى اللائحة البيضاء بعد الإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة المؤسسة والسلطة البحرية المتمثلة بالمديري العام للموانئ والتي تبزل جهود كبيرة للوصول إلى تعديلات مانيلا وبالتالي إصدار كافة الشهادات بكافة المستويات وهذا ما سيعود بالنفع الكبير على ميزانية الدولة من خلال الإرادات الكبيرة المتحققة إن كان لمتدربين سوريين أو لمتدربين خارجيين الوزير علي حمود أكد أن مؤسسة العمل البحري هامة جدا ومحافظ اللاذقية يتابع عمل هذه المؤسسات بشكل يومي وأصبح هناك تطور كبير في مجال النقل البحري حيث تم زيادة الإرادات خلال عام 2016 إلى 200% من الخطة وهي قفزة نوعية شكرا شكرا شكرا